مع اقتراب انتخابات الكنيسة أعلنت العديد من الأحزاب الإسرائيلية الكبرى موقفها من القائمة المشتركة إذ قال رئيس تحالف كخولفان قبل أيام إن القائمة المشتركة لن تكون شريكة في الاتلاف الحكومي والذي سيشكله في المستقبل مستبعدا أي إمكانية للتناوب على رئاسة الحكومة مع رئيس الوزراء بن يمين نتنياو يسعدنا أن نرحب بعض الكنيسة عن القائمة المشتركة عيدة تومة سيدة عيدة أهلا بك إذن شهدنا هذه التصريحات من قبل بني جانس رئيس تحالف كخولفان هل لازلت القائمة المشتركة ربما تدرس إمكانية التوصية ما بعد الانتخابات بي جانس بعد هذه التصريحات بعد هذه التصريحات أو قبل هذه التصريحات الأمر غير موجود الآن على طاولة أبحاث القائمة المشتركة القائمة المشتركة الآن جميعها أعضاؤها كوادرها المنتشرة في كل مكان تبحث أمر واحد كيف سنزيد قوتنا في هذه الانتخابات كيف سنرتفع من 13 مقعد إلى 15 وحتى 16 مقعد نريد لجمهورنا أن يبدي ثقته وأن يتدفق إلى الصناديق وأن يصوت صمام الأمان الوحيد لكل نوبات الهستيريا والعنصرية ولكل مخططات الضم والاحتلال هي قائمة مشتركة قوية هذا ما نبحث هذه الأيام ولا نبحث شيء آخر أصلا يعني هو لم يكن بحاجة لأن يصرح غير وارد أن نكون جزء من أي حكومة مطروحة في إسرائيل ومحتملة بعد هذه الانتخابات من المتوقع أن تكون أيضا يعني هناك أيضا خيار بأن تكون هناك حكومة أقلية ميرتس ليبرمان وهناك أيضا يعني تصريحات بهذا الشأن هل ستدعمون حكومة مثل هذه؟ عندما نقرر قراراتنا نحن نعتمد المواقف السياسية أكثر من أي شيء آخر والموقف السياسي المبدئي الذي لن نحيد عنه ولا بأي تشكيلة حكومية هي أننا لا يمكن أن ندعم أي حكومة لا تعلن بصراحة أنها ستسعى لكنس الاحتلال لوقف الاحتلال وأنها ترفض قيمة الضم أو فكرة الضم للأراضي الفلسطينية المحتلة هذا هو المبدأ الذي سيحدد توجهنا لا أرى في السيناريوهات المحتملة وخاصة بعد تصريحات بني جانس أنه ينوي تصريح أمر من هذا النوع أو أن تكون حدود حكومته القائل يعني أسس الحكومة القادمة تعتمد هذه المبادئ بالتالي قرارنا يعتمد الموقف السياسي قرارنا يعتمد مصلحة جماهيرنا ومصلحة الشعب الفلسطيني أيضا بعض الأحزاب الإسرائيلية الكبرى يعني ربما توصل رسالة للشارع العربي بأن القائمة المشتركة حتى وإن ازدادت عدد مقاعدها فإنها ستبقى بلا تأثير كيف تردون على ذلك؟ يعني السؤال تأثير بماذا؟ هل نريد أن نؤثر بأن نكون بحكومة تقوم بعملية ضم؟ هل نريد أن نكون بحكومة تحرد يوميا تجاه جماهيرنا العربية الفلسطينية؟ هل سنكون في حكومة رئيسها احتاجة أسبوعين كاملين ليتخذ موقف من عملية ترانسفير تجاه 300 ألف مواطن عربي مطروحة في صفقة القرن؟ هل نؤثر عندما نكون في حكومة تتبنى صفقة القرن التي تهدف إلى الهدم؟ وغانس أيضا مؤيد المنافس نيتنياه مؤيد لهذه الخطة وهذه الصفقة؟ نعم نعم ولهذا أنا أقول بأن تأثيرنا الحقيقي هو في الدفاع عن مصالح جمهور الناخبين وعن مصالح الشعبين في هذه البلاد وأعتقد وليس فقط أعتقد وأنما أجزم ليس هناك قائمة أخرى تستطيع التأثير على الخطاب السياسي الإسرائيلي كما تقوم به القائمة المشتركة لكن ذلك قد يكون كافيا لإقناع الشارع العربي بالخروج والتصويت؟ الشارع العربي متحفز الشارع العربي والجمهور العربي وكذلك قوى اليسار اليهودية متحفزة وترى في القائمة المشتركة البيت السياسي الذي يمثلها نتائج الانتخابات التي ستكون في 3-3 ستؤكد ما أقوله الآن عمليا جمهورنا بعد صفعة قانون القومي وبعد صفعة القرن يفهم جيدا من هو المدافع الحقيقي عنه وعن مصالحه القائمة المشتركة هدف القائمة المشتركة اليوم هل يكمن فقط في إسقاط نتنياهو؟ هدف القائمة المشتركة كما قلت أعود وأقول أن نكون قوة حقيقية على الخارطة السياسية في إسرائيل أن نؤثر في الخطاب أن نحمي جمهورنا أن نحصل حقوقه وأن نكون القوة الرئيسية رأس الحربة في مناهضة الاحتلال سريع وأنتم هناك تسعى القائمة المشتركة لإسقاط نتنياهو نرى بعض الدول تستخبل نتنياهو هناك اجتماعات عربية ربما اتصالات إسرائيلية خليجية كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ للأسف أن الأنظمة العربية إذا كانت بعض منها في الخليج وبعض في أماكن أخرى للأسف يجب أن تعي جيدا بأن المخططات لحكومة نتنياهو سوف تؤدي للقضاء على رغبة الشعب الفلسطيني بالتخلص من الاحتلال هذا الهرولة للعلاقات ولفتح باب لنتنياهو لأكثر حكومة عنصرية فاشية في هذه البلاد هو خيانة وطعنة في الظهر ليس فقط للشعب الفلسطيني وإنما للشعوب العربية بما في ذلك شعوب هذه الأنظمة سيدة عيدة ومعضو الكنيسة القامة المشتركة شكرا جزيلا لك